تجهز السيدة خيرا أبنائها وجميع أبناء العائلة وتساعدهم في الخروج لطلب عارفة هذه العادة التي تضرب في عمق التراث الشلفي أبطالها أطفال يقصدون جميع بيوت الجيرة ويرددون أنشودة عارف عارفة يخرج صاحب البيت ويوفيهم ما تيسر من خضر أو دقيق أو نقود ثم يأخذ مجمع ويطبخ في الدار الكبيرة ويوزع على الجميع فيستار بذلك محتاجهم ويكسى فقيرهم وتعد الكرة في اليوم الموالي لجمع اللحم وما تيسر من الذبائح ويطبطون في البيبان ويبدأون بالجوارين ويجددهم ويبدأون في هذه الحومة كاملة يروحون ليعطيهم البيض ليعطيهم الدقيق ليعطيهم الخضر ويطبطون حتى الدرهم يقول لك على هذا الدرهم يليموهم يشوفوا القليل اللي راه معهم كامل يطولوا أو شرب لغها أو شرب سروال أو شرب طفلة تشري عباية تشري حاجة لنهار العيد بيصبحوا نهار العيد يقايح كيف كيف الخفي في موروث عرف أن الأطفال ينتظرون هذه اللماء التي تجسد سنة القرابة ويتعلمون منها الرضا بالقسمة وحب الخير نفت له ذلك الدقيق طعام واللي يتبقى نخبزوه نخبزوه ونعطوه لذرالي في ذلك الساعة والمعنى قاعد أصح يعني نعلموه الرسخة يبدأوا يقارعون للعيد الأضحى الجاي يبدأوا يقارعونه با يديروا هذه الملماء التلاحهم تحذك الذرالي يعني كيفاش يتعلموا يتقاسموا كلش يعني حتى ولو وراهم ولا تجيران ولا ولا دعم ولا ولا يعني يتعلموا هذاك النصيب القليل يتقاسموا ثم قاح هذه اللماء اللي يليموها كاملة يليموها بشي طيبها قاع مع بعض وإلاخرها قاع مع بعض والحس كامل قاعدوا بهذه المرة كبيرة فرحانين بهذاك الفطور اللي راح يندير هذاك اليوم يعني بلي هما فطور هم هما ليمون هما جبون عادة عرفة عرفة التي تقاوم الاندثار حاليا تبقى سنة حميدة سنها السابقون تعيد ذكرى الماضي الجميل وتعبقها بالرائحة الزكية لأسلوب المساعدة والتكافل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة